قرارت إسطونيا حذر دخول السياح الروس إلى أراضيها على خلفية العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا وأوضح وزير الخارجية الإسطوني أن فرصة المواطنين الروس في زيارة إسطونيا بأعداد كبيرة أو زيارة أوروبا عبر إسطونيا تتعارض مع مغزى العقوبات المفروضة على موسكو مرحلة جديدة دخلت العقوبات الغربية على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا فبعد معاقبة موسكو اقتصاديا ودعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا بدأت دول أوروبية في إجراءات جديدة لعزل روسيا دوليا عبر توسيع العقوبات لتشمل منع دخول الزوار الروس لأراضي عدد من الدول الأوروبية بتأشيرات سياحية وكانت أسطونيا أول تلك الدول التي قررت حظر دخول الروس القادمين بتأشيرات سياحية وذلك بعد دعوة مشتركة لها مع فنلندا للاتحاد الأوروبي باتباع هذا النهج تلبية لدعوة من رئيس الأوكراني فلوديمير زلينسكي إلى الدول الغربية لإغلاق حدودها أمام الزوار الروس وهي الخطوة التي أثارت انتقاد موسكو وقالت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية أن فنلندا شهدت في الأونة الأخيرة ارتفاعا طفيفا في أعداد الروس الذين يعبرون البلاد بتأشيرات أوروبية للانتقال إلى دول أخرى بمنطقة شنجن مجانا وفيما انتقد البعض تلك الخطوة باعتبارها منافية لحقوق الإنسان مطالبين بالسماح بحرية التنقل دافعت رئيسة الوزراء الإستونية عن قرارها معتبرة أن زيارة أوروبا امتياز وليست حقا من حقوق الإنسان وقالت وسائل إعلام عالمية أن هناك دول أوروبية عدة تبحث عن طرق للحد من الروس مع الحفاظ على حدودهم مفتوحة داخل منطقة شنجن من جهته انتقد الكريملين الاتجاه الأوروبي لإغلاق الحدود أمام الزوار الروس لمعاقبة موسكو على عمليتها العسكرية في أوكرانيا ووصفها بأنها غير منطقية مضيفا أن أي محاولة لعزل الروس أو روسيا لن تكون لها أي فرص للنجاح موسيقى